السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله دات مرة اصر احد المحات على ان يحدث اولاده باللغة العربية المسحة لا بغيرها ودات يوم طلب من ابنته ان تحضر له قنينة حب فاحضرت ابنته القنينة وخاطبته هذه هي القنينة يا ابي بفتح القاف فقال لها اكسريها فما كان من البنت الا ان رمت القنينة على الحائط بقوة فتناطر الحبر ملوثا الجدار وما جاوره من فرش فقال لها يا هذه اكسري قاف القنينة كسر الله رأسك قيل لأعرابي اتحب ان تموت زوجتك قال لا قيل ولماذا قال اخاف ان اموت من الفرح بشرت امرأة زوجها البخير ان ابنه قد اتزل اي خرجت اسنانه قال لها اتبشرينني بعدو الخبز فما اكتفيتي بمنافستك لي في طعامي حتى تأتي باخر ينافسني ويحكي الحقي باهلك فانتي طالق اتل اعمش اضياف فاخرج لهم رغيفين فاكلوهما فدخل فاخرج لهم نصف حب قت وهو علف بهائي فوضعوا امامهم وقالا لهم اكلتم قوت عيالي هادقوا تشاتي فاكلوه حضر اعرابي مجلس قوم يتذاكرون قيام الليل فقيل له يا امامة اتقوم الليل قال نعم قالوا وماذا تصنع قال ابو وارجع لانا قال ابن جوزي رحمه الله فمنهم اي الحمقى هبا النقى واسمه يزيد بن تروان ويقال ابن مروان احد ابن قيس ابن تعلاب ومن حمقه انه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخذف وقال اخشى ان اضل نفسي ففعلت ذلك لاعرفها به فحولت القلادة ذات ليلى من عنقه لعنق اخيه ولما اصبح قال يا اخي انت انا فمن انا واضل بعيرا ذات يوم فجعل النادي من وجده فهو له قيل له فلما تناشده قال فاين حلاوة الوجدان قال ابو الحسن هاجى بابي علقمة الدم فأوتي بحجان فقال للحجان اشدد بقصب الملازم وارهف ضباط المشارط واسرع الوضع وعجل النزع وليكن شرطك وخزى ومصك نهزى ولا تكرهن ابيا ولا تردن اتيا فوضع الحجام محاجمه في جونته اي في حقيبته وانصرف حدثت لابي علقم النحوي علة فدخل عليه اعين الطبيب يعوده فقال ماتج قال اكلت من لحوم هذه الجوازل فتصئت تسأة فاصابني وجعه ما بين الوابلة الى دعية العنق فما زال يزيد وينمو حتى خالة خلبة والشراسف فما ترى قال خذ خربقا وسلفقا وشبرقا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روة واشربه قال ما تقول قال وصفت لي من الداء ما لا اعرف فوصفت لك من الدواء ما لا تعرف قال ويحب فما افهمتني قال لعن الله اقلنا افهاما بصاحبه كان لبعضهم ولد نحوي يتقعر في كلامه فاعتل ابوه علة شديدة اشرف منها على الموت فاجتمع حوله اولاده وقالوا له ندعو لك فلانا اخانا قال لا ان جاءني قتلني فقالوا نحن نوصيه الا يتكلم فلما دخل عليه قال يا ابتي قل لا اله الا الله تدخل بها الجنة والله ما اشغلني عنك الا فلان فانه دعاني بالامس فاهرص واعرص واعدس واستبدج واستكبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل وأنظر ولوزج وفلوزج فصاحبه خمضوني انني احتضى قال رجل نحوي لابنه اذا اردت ان تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك وفكر فيه بجهدك حتى تقومه ثم اخرج الكلمة مقومة فبينما هما جالسان في الشتاء والنار مشتعل وقعت شرارة على جبته وهو غافل عنها والابن يرى فسكت فترة يفكر ثم قال يا ابتي اريد ان اقول لك شيئا افتأذن لي فيه قال ابوه ان حقا فتكلم قال اراه حقا قال كل قال ارا شيئا احمر على جبتك قال ما هو قال شرارة وقعت على جبتك اخشى ان تصل الى رأسك فتحرقك فما رأيك بما نضمت فنظر ابوه الى جبته وقد احترق منها جزء كبير فقال الاب لماذا لم تعلمني بها سريع قال الابن فكرت فيه كما امرتني ثم قومت الكلام وتكلمت به فنهرها وقال له لا تتكلم بالنحو ابدا من فنون الرد المفحم قال يهودي لعلي رضي الله عنه ما دفنتم نبيكم حتى قالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال له علي رضي الله عنه انتم ما جفت اقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا الها كما لهم الها لما دخل اسماعيل ابن محمدة ابن ابي حنيفة البصرة قال هممت ان اؤدب من خالف ابو حنيفة في مسأله فقال له القائل هل كان ابو حنيفة يؤدب من خالفه قال لا قيل له فادب نفسك فقد خالفته يروى ان الحجاج وجد على من مري مكتوبا قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار فكتب تحتها قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور تزوج اعمى امرأة فقالت له لو رأيت بياضي وحسني لعجب قال لو كنت كما تقولين ما تركك المبصرون لي فقالت له اذ تلاني الله بعماك وقبح لسانك ويروى ان رجلا قال لامرأته ما خلق الله احب الي منك فقالت له ولا لا ابغض الي منك قال الحمد لله الذي اولاني ما احب وابتلاكي بما تكرهي اعلن احد الملوك في ارجاء مملكته ما يلي اذا تمكن احد ان يختلق كذبة اقول له هذا كذب ساعطيه نصف مملكتي فجاء اليه راعي وقال له اطال الله عمر ملكنا كان عند ابي عصا طويلة يمدها الى السماء ويحرق بها النجوم فقال الملك يا له من شيء غريب ولكنه يحدث وجدي كان له غليون يشعله من الشمس مباشرة وذهب الراعي دون ان ينال شيئا وجاء خياط الى الملك وقال له اعذرني ايها الملك لقد تأخرت قليلا اذ كنت مشغولا فقد هبت البارح عاصفة شقق فيها البرق السماء فذهبت لاصلحها فاجاب الملك احسنت عملا لكنك لم تخطها بشكل جيد فاليوم صباح تساقط رذاذ من المكر وذهب الغياط ايضا دون ان يلال شيئا وجاء فلاح يتأبط برميلا فقال له الملك ما شأنك والبرميل قال الفلاح جئتك استرد برميل الدهر الذي اقرضتك اياه فصاح الملك انا ندين لك ببرميل من الدهر قال الفلاح نعم فقال الملك لا هذا كذب قال الفلاح ان كان كذبا فاعطني نصف مملكتك فاجاب الملك على الفور لا لا هذا صحيح قال الفلاح ان كان صحيحا فاعطني برميل الدهر نظر الاسباهاني الى ابي هفان وهو يحدد رجلا في السر فقال الاسباهاني فيما تكذبان فقال ابو هفان نكذب فيما تحك جادر اعرابي هشام بن عبد الملك فعاتبه هشام على مجادلته فقال الاعرابي يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها افنجادل الله ولا نجادلك التقى جرير والفرزدق في مينة وهما حاجان فقال الفرزدق مخاطبا جريرا فانك لاقي بالمنازل من مينة فخارا فاخبرني بما انت فاخر فقال له جرير بلبيك الله ملبيك قال رجل للأحنف نقيس اخبرني التقة عنك بسوء قال الأحنف انهم ليسوا بتقة التقة لا ينم اي لا يمشي بالنميمة قال عتمان بن دراج الطفيلي وكان بخيلا مرت بنا جنازة يوما وكان معي ابني وكان في الجنازة امرأة تبكي وتقول الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء فقال ابني يا أبي إلى بيتنا والله يذهبون قيل لأحد البخلاء من فرج بعد الشدة فقال الفرج بعد الشدة أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم زار شاعر الخمر أبو نواس رجلا بخيلا يسمى أبو هن في وقت الغداء فلم يطعمه وتركه جائع وقال فيه أبو نواس أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام فكان كمن سقط ضمآنا آلا وكنت كمن تغدى في المنام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة